السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم شاء الله رح نحكي عن تطبيق بصراحة يعني ولا اجمل ولا اروع من هيك هذا التطبيق بخليك تقدر اضيف ضوء الاشعارات على شاشة موبايلك سواء ايجاك مثلا اتصال او حتى ايجاك مسيج او حتى اضيف ضوء اشعارات خاص في الاشعارات اللي موجودة عندك على الموبايل زي الواتساب وغيرها واللحلة من هيك كمان انه التطبيق بوفر لك البوصلة وكمان بوفر لك ميزة التحكم في الفلاش اللي موجود عندك على الموبايل وكمان بعمل لك ميزة اللي هي تحسين اداء البطارية من خلال نفس التطبيق مباشرة ندخل معكم في التطبيق ونحكي عنه وكيف ممكن احنا نستخدمه واللي بشوفنا لأول مرة اضغط على الاشتراك اسفل الفيديو وكمان فعل ميزة الجرس علشان دايما نصلك جديد قناة التميز طيب اخواني في البداية رح نحمل تطبيق اسمه باور لايت رح ديفلكم رابط مباشر للتطبيق في موقعنا والرابط موجود معك بالوصف طبعا بعد ما تشغل التطبيق عندك على موبايلك رح تظهر لك هذه الواجهة الرئيسية طبعا زي ما تشايف في عندك اعلى التطبيق على اليمين اللي هي البوصلة يعني بمكانك تحرك موبايلك شمال يمين ويعطيك اللي هو اتجاه الشمال زي ما احنا شايفين اللي هي البوصلة من خلال يعني نفس التطبيق متل ما احنا شايفين وكمان شغلة ثانية انه بامكانك تشغل الفلاش مباشرة من خلال نفس التطبيق اللي هو الضوء اللي موجود عندنا خلف الموبايل تضغط على هذا الخيار رح يشتغل معك الفلاش بتقدر كمان تحول الفلاش الى يعني الفلاشر من خلال انك تضغط على هذا الخيار اللي موجود عندك هون رح يشتغل معك الفلاشر على شكل الفلاشر ونروح مباشرة على الضوء الاشعارات الخاص في التطبيق لو ضغطنا على الخيار اللي موجود عندنا تحت اللي هو خيار السكرين رح تظهر إلنا الشاشة باللون الأبيض يعني هون انت بتقدر تستخدم الشاشة انك تعمل فيها أو تستخدمها يعني كإضاءة والخيار الأحلى منه اللي هو الخيار الثالث الكول شو وهو الخيار اللي بهمنا طبعا لما تدخل على الكول شو رح تلاقي الخيار بالأساس يعني مش مفعل بتفعل الخيار زي ما احنا شايفين وراح تشوف قدامك اللي هي الفلاش لايت ليد اللي هي عاب تكون موجودة عندك يعني على أطراف الشاشة وفي عندك كمان تحت مجموعة كتير من الخيارات تقدر تغير نمط الضوء اللي موجود على أطراف الشاشة زي ما احنا شايفين في عندك هذا الخيار بصراحة يعني شي كتير حلو كتير مميز ممكنك تستخدمه في حال ظهرت إليك مثلا اللي هو أو إيجاك يعني اتصال على الموبايل كمان خيار ثاني اللي هو رح يعطينا الليد بشكل متحرك على أطراف الموبايل زي ما احنا شايفين وهنا انت بتقدر تحدد الضوء اللي انت بدك يعني من خلال الخيارات اللي موجودة عندك تحت طبعا عندك يعني مجموعة بصراحة يعني كتير حلو كتير مميزة موجودة مع التطبيق بمكانك تختار أي نمط لضوء الإشعارات اللي موجودة على الشاشة لو رحت على خيار البتاري اللي موجود عندك اللي هو آخر خيار تلقائي رح يعمل تحسين لأداء البطارية يعني بشكل تلقائي وهذا كان إخواننا تطبيقنا لليوم فإذا عجبك الفيديو والشرح ما تنسى اللايك والاشتراك نشوفكم إن شاء الله بشرح جديد في أماننا